طيب تشكيل بالتأكيد في بعض النقاط اللي ممكن نقول روي فيتوريا بيلجأ لها بشكل اضطراري عشان غياب بعض اللاعبين نتيجة الاصابات ولسه بالتأكيد هناك مدة اسبوع عدد من اللاعب الجهاز الفني والجهاز الطبي بالتأكيد بيشتغل على مدى جاهزيتهم وتأهلهم لبطولة كأس الأمر تشكيل منتخب مصر اللي في بعض المراكز اللي فيها اختيارات اضطرارية بالتأكيد في حراسة المرمى محمد صبح وكلنا عارفين يعني اكيد محمد الشناوي هيكون الحارس الاساسي لمنتخبنا في كهس الأمم الافريقية ولكن يعني في انتظار بتأكيد جاهزيت الشناوي في الايام القليلة المقبلة ولكن في حراسة المرمى محمد صبحي خط الظهر من الليمين للشمال عمر كمال عبدالواحد زهير ايمن احمد فتوح زهير ايصر اتنين مساكين احمد حجازي ومحمد عبدالمنعم في وسط الارتكاز محمد النني مروان عطية امام عشور ده تلاتة في وسط الملعب في الامام محمد صلاح محمد تريزيجيه ومصطفى محمد ده تشكيل منتخبنا الوطني اللعب على مباراة تنزانية بعد اقل من 45 دقيقة ده تشكيل منتخبنا الوطني في لقاء تنزانية بعد قليل طبعا لو بصنا على التشكيل ممكن نتكلم على مركز او مركزين اللي ممكن يكون فيهم تغييرات اضطرارية نتيجة طبعا يعني فتوح محتاجي ياخد نسبة مشاركة من المباراة بعد ايقافه لفترة طويلة جدا محمد صبح بيلعب لان محمد الشناوي واحمد الشناوي لسه مش جاهزين ولكن لو بصنا على بقية تشكيل كلها عناصر يعني اعتقد بنسبة كبيرة هتكون اساسية في بطولة الامم الافريقية خاصة في وسط الارتكاز وفي الخط الامام عندنا تفاصيل بالتأكيد عن التكلم فيها على تشكيل منتخبنا ومشوار منتخبنا في كأس الامم ولكن عايزين نتكلم شوية على ترتيب مباراة منتخب مصر الناس كلها واخدة بالها بس من فكرة ان مصر في المجموعة التانية مع موزنبيك وغانا والرأس الاخضر طب الناس مش واخدة بالها طب فيما بعد وهل فيما بعد دي بتبقى في حسابات المدير الفني ولا احنا بس كاعلام بنحاول نتكلم على اللغراتمات والارقام والاتجاهات ممكن تواجه مين او تلاعب مين اكيد المدير الفني بعرف في حساباته ايه الفرق اللي ممكن يواجهها لو طلع اول او تاني او تالت لان اولا كاس الأمم بعد زيارة عدد المنتخبات ل 24 منتخب خاصة من النسخة اللي قيمت في مصر عام 2019 بقى التأهل للأدوار التالية مختلف دلوقتي 24 منتخب بيتوزعوا على ست مجموعات كل مجموعة فيها اربع منتخبات الاول والتاني بيتأهلوا بنسبة يعني مؤكدة 100% في اي نقاش فبالتالي يبقى 2 في 6 بـ 12 منتخب بقى اربع منتخبات عشان يقملوا عقد الستاشر منتخب فالأربع دول ايه هم ايه بقى افضل اربع منتخبات في المركز التالت في المجموعات الستة عشان بالتالي يبقى 16 منتخب بيتأهلوا لدور الستاشر فمجموعة مصر ومجموعات البطولة كلها فيها اول وتاني وثالت بس التالت هنا في مجموعتين مش هيسعد منهم افضل تالت نتيجة يعني النتاجة هي اللي هتحسب المسألة دي في الفترة اللي جاية مصر معا مين في مجموعتها غانا والرأس الاخضر ومزنبين طب تعالوا نعمل حزبة كده ظريفة مصر لو طلع التالت لقدر الله يعني مصر لو طلع التالت هتروح تواجه مين هتروح تواجه اول المجموعة الرابعة اللي فيها الجزائر يعني مصر لو طلع التالت المواجهة المرتقبة في دور الستاشر هتكون اجيد بنسبة كبيرة مع الجزائر لان الجزائر معا بوركينافاسو وانجولا وموريتانيا فبالتالي مصر لو طلع التالت هتبقى المواجهة الاقرب مع الجزائر طب مصر لو طلع التاني مصر لو طلع التاني هتلعب مع تاني المجموعة الستة اللي فيها المغرب يعني هتلعب مع تاني المجموعة الستة اللي فيها المغرب المغرب بالتأكيد ممكن تكون في الصدارة فأنت ممكن لو طلعت تاني هتكون في مواجهة مع الكونغو الدموقراطية زنبيا تنزانيا هنا الحزبة ممكن تكون أسهل شوية لو أنت طلعت تاني طب لو طلعت أول خدوا بالكم لو طلعت أول هتبقى المواجهة أسهل ولكن لما تروح لدور التمانية هتبقى المواجهة أصعب هي العملية نسبية شوية لأنك لو طلعت أول هتلعب مع تالت المجموعة الأولى أو التالتة أو الرابعة وهنا الحزبة على حسب النتائج في مجموعات مش هيطلع منها أفضل توالد وفي مجموعة هيطلع منها الأفضل توالد المجموعة الأولى اللي فيها مين؟ الكودزي فوار ونيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية فهتلعب ثالث المجموعة دي أو تلعب مع ثالث المجموعة الثالثة اللي فيها السنغال والكاميرون وغينيا وجنبيا أو تلعب مع ثالث المجموعة الرابعة اللي فيها الجزائر بوركينا موريتانيا أنجولا ضمكم على الشاشة ده ترتيب المجموعات أو شكل المجموعات انت لو طلعت أول هتلعب مع تالت المجموع الأولى اللي هي غالباً يا غينيا بيساوي يا غينيا الاستوائي أو تالت المجموعة الثالثة يا غينيا يا اما جنبيا أو تلعب مع تالت المجموعة الرابعة اللي هي موريتانية أو أنجولا بس خدوا بالكواب لما ساي convergence تطلع أول وتلعب مع المنتخبات دي سكتك بعد كده هتكون مع السنغال في دور التمانية طب لو طلعت تاني ولعبت مع تاني المجموعة اللي فيها المغرب اللي هي مثلا تكون غود ديمقراطية او زنبيا او تنزانيا لو كسبت هتروح تلقى مع الكودفور لو هي وصلت دور التمانية فانت اول او تاني يا هتصطدم بالسنغال يا هتصطدم بالكودفور يا هتصطدم بالسنغال يا هتصطدم بالكودفور في دور التمانية اللي عايز يوصل فاينل ويكسب البطولة يواجه اي حد البطولة اللي فاتت استضمنا بالكودفور في دور الستاشر وكسبنا لعبنا مع المغرب في دور التمانية وكسبنا لعبنا مع الكاميرون في الدور نصف النهاية وهي المصدفة وكسبنا ورحنا للفاينال مع السنغال ولكن رقلات الترجح كان لها رأي آخر طيب